تتواصل فعليات معارض أهل رمضان بمحافظة الأقصر حيث يتم ضخ 140 طن من السلع الأساسية يوميا في المعارض السبعة المنتشرة في المحافظة هذا وشهدت المعارض السلعية تجديدات خلال الفترة الحالية استعدادا لحلول شهر رمضان المبارك حيث تم ضخ كميات مضاعفة من السلع تتراوح تخفيضاتها من 25 إلى 30% نحن في أحد المعارض الرئيسية بالمحافظة نحن عندنا سبع معارض رئيسية في محافظة الأقصر بخلاف حوالي 30 تشادر سيتم إقامتهم خلال الأسبوع القادم وبخلاف أن في سلاسل قوافر سيارات متنقلة بتجوب المناطق التي لا تكون فيها معارض أو منافذ تنمونية كذلك في مشروع جمعيتي في 20 مشروع جمعيتي مشارك في معارض أهل رمضان والسلاسل التجارية الكبرى مشاركة في معارض أهل رمضان